بتعين أحمد لملس محافظا لعدن في يوليو الماضي تدخل العاصمة المؤقتة مرحلة جديدة تسودها حالة من الغموض والترقب في ظل تمكين الانتقالي من السيطرة على المدينة والتفافه على الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض تزامن ذلك مع غياب أو تغييب متعمد لشرعية رئيس هادي واستهداف لرمزية الدولة ومؤسساتها بالعاصمة المؤقتة عدن يتهد في ظل حالة العجز الواضح في الخدمات والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي واستمرار الانفلات الأمني والغلاء المعيشي وحالة الإحباط التي يعاني منها أهالي عدن المحافظ لملس ومنذ اليوم الأول لتوليه مهمه أطلق تصريحات وصفها البعض بالإيجابية كونها ركزت على ضرورة حل مشاكل عدن والتخفيف عن أبنائها وبناء على ذلك بادر بإقالة عدد من مدير عموم مديريات عدن تعينات جديدة تثير الكثير من التساؤلات حول مدى جدواها وما إذا كانت تصب في الاتجاه الصحيح أم أنها فقط محاولة لتكريس هيمنة الانتقالي خصوصا في ظل إصرار المجلس المدعوم إماراتيا على عدم تمكين مدير الأمن الجديد اللواء أحمد الحامد من ممارسة مهامه مديرا لأمن عدن الحرك الذي يقوم به محافظ عدن المحسوب على الانتقالي صرف الأنظار عن مسألة تحييد بقية بنود اتفاق الرياض الأخرى وخصوصا المتعلقة بالترتيبات الأمنية والعسكرية علما بأنه لم ينفذ من ذلك الاتفاق غير وقف تقدم الجيش الوطني وتعيين لملس محافظا لعدن ويبقى السؤال الذي يدور بخلد أبناء عدن واليمنيين عموما هل سيكون أحمد لملس محافظا من أجل عدن وخادما لأبنائها وهل سيمثل الدولة التي عينته في هذا المنصب أم أنه سيكون مجرد أداة لضمان إحكام سيطرة الانتقالي على العاصمة المؤقتة